أقد الفريق الوطني لتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 مؤتمرا صحفيا في مركز ولي العهد للبحوث الطبية والتدريب بالمستشفى العسكري وذلك للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا وقد أكد الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة عضو الفريق الوطني الطبي لتصدي لفيروس كورونا أن قرار إعادة الفتح التدريجي لبعض القطاعات في المملكة يتم فيه مراعاة عوامل محددة لتقييم الوضع بين الفتح أو إعادة الإغلاق العمل مستمر بناء على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا لإعادة فتح عدة قطاعات تدريجيا إعادة الفتح التدريجي يتم فيها مراعاة عوامل محددة لتقييم الوضع بين الفتح أو إعادة الإغلاق العوامل تتضمن إجمال الفحوصات الموجبة التي كل يوم عمّة تنشر من إجمال عدد الفحوصات اليومية وكذلك الجمهور أن يعلم هذه العقاق موجودين باستمرار نذكرهم إلى جانب عدد الحالات التي تستدعي العناية المركزة من إجمال عدد الحالات القائمة إضافة إلى نسبة الإشغال في مراكز العزل والعلاج من إجمال الطاقة الاستيعابية نرجو الأخذ بعين الاعتبار أهمية التزام الجميع من مواطنين ومقيمين بكل ما تم إصداره من الجهات المعنية فبحسب المعطيات والنتائج سيتم بشكل دوري مراجعة هذه القرارات التي تم اتخاذها القرار بيدكم فعلياً فاستمرارية التزامكم بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية تعني استمرار العودة للحياة الطبيعية تدريجياً وعلى خلاف ذلك التهاون في التطبيق سيعود بنا إلى عادة الإغلاق التدريجي بناء على العوامل السالفة الذكر فالعلاقة طردية كلما واصلنا بعزم التقييد بالإجراءات الاحترازية ازدادت سرعة العودة والتصدي للفيروس ترجمة نانسي قنقر